عود على زيبد ايه اللي انت بتحذر منه اللي بتحذر منه ان انا عبر سنين مضت كنت ترى امور غريبة جدا وقضايا يفجرها ببساطة شديدة اصحابها سواء كانوا لعيبة او حكام او اداريين ويطلع يتقلق كلام في منطقة الخطورة على اللي بيفوت واللي بيمثل اللي يعني بيساحل اداريات خطأ ولا احد يحسب احد اذا هي تفاصيل مهمة تكون في ضربة البداية مقالي ومقاله المسكوت عنه ايه تاني المسكوت عنه انت سمتها المسكوت عنه هو مسكوت عنه فعلا بس مش معنى انه مسكوت عنه انه اندثر انه اندثر لا يسقط انا قلت التاريخ لا يرحم لان اصحاب الموقف اللي بدروا دلوقتي حيجي ناس مش عايزة تداري او حيجي لحظة حقولك حاجة ابسط حاجة الاتحاد الدولي ايه هو كيف تم الاطاحة ببلطر اقوى الرجل في تاريخ كورة القدم صحيح هو ومكتبه التنفيذي تقريبا 90% منه عيسى حياته اسماء لا يمكن كانوا بالنسبة للناس مصدر سيطارة وقوة رهيبة ولكن تراكم انت ساعت ايه لما ما تحسبش ما تحسبش ما تحسبش الانسان يفقد حضره ويتصار انه لديه من القوة انه يعمل اللي هو عايزه يخترق اي قوانين وما يهتم مش انه يمشي طبقا للسلامة المالية السليمة سواء بحسنين او بسدوءين فتجد انه في الاخر يصل الى مرحلة لا يمكن معها مواجهة هذه الاقطاء عندما تنفجر هذه القضايا فش ما يحدث في اتحاد الكرة او في ادارة شؤون الكرة عبر السنوات المضايعة حتى الان امر فيه منتهى الخطورة يدفع تمنه الان البعض الذين ظنوا انهم يجاملون ابدا هم مش بتجامل هم تضروا هم كنت بتأجل المشكلة لكن ما بتحلهاش أجل 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 لما تراكمت المشاكل بشكل يصعب الحل معه فتيجي اهور الشرر تكشف مواضيع كتيرة جدا يعني يا جماعة مش عشان والله لا تاخدوهاش الوان ونوادي خدوها مواقف وقضايا أما يطلع لعب هو مش قضه هو عايز يقولك أنا تظلمت فقال ايه أنا وتلعب في عادي وبعدين تساجل طب تساجل ازاي انت سكت بس لما غيرك ما سكتش الدنيا لحد النهاردة في قضايا معلقة طيب انت عشان تساعد اللي بتحبه صدقني خليه واجه المشاكل وساعده بالحلول اللي هي ما فيهاش خروج عن الليحة أو النص لكن تسمع ان 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 تحكيم يا أستاذ إبراهيم هم تبلة اتحاسب امتى بعدها يجب عشر سنين وتحذب في وقعة تانية اه في وقعة تانية ما فقد الحذر ايوة هو لأ ان دي عدت غيرها وغيرها طيب اسمه ايه تانية اه لمبتي لمبتي بتاع الجوم بتاع ايد رام اه اه نفس الشيء ما فيش حاجة اسمها انه تقول لي احنا وعيب والشك احنا بنتكلم وتمالي انتوا بتقولوا البشر يخطئ ويصيب ويخطئ احيانا بغير قض واحيانا بقض ولكن سواء بقض سواء بغير قض لو ان هناك ضوابط للحساب ايوة الانسان مش حيخلي باله انه هو سواء بقض او غير قض انه مش حيكرر هذه الاخطاء اي اما فكرة انك المساعدة بالتجاهل اه وبسعديها وبعدين تتحل وعلى مهلنا مش هتيجي اللحظة كل ده حيبان وفي منطقة الخطورة يعني ان احنا نتعامل مع المشاكل بالطريقة دي خلي بالك ما ما تحدش فصل كلامي على حد لكن وقائع حصلت اي لما انت تيجي تقول اللي يضرب حكم بيتشطب طب اللي يتشطب يحصل له ايه يرجع تاني ويرقى ويكفأ اه وعديها وبتعدي لكن هو نفسه بينسى ايه اللي تعمله فمش ممكن وهو قد اعتاد على انه يجامل باخطاءه انه مش هيجامل الاخرين هتبقى المسألة معيارية شخصية هو انا عايزة جامل اقدر اعمل كذا ولا مش عايزة جامل فاقدر اعمل كذا انا مش بتكلم على فلان وفلان بتكلم على المبدأ حسبه حطوا الضوابط وخلوا فيه ولذلك انت حتت هنا فقرة البندو طريق جهنم لان هي فيها بقى في التفاصيل بقى التفاصيل هي اللي بتقود كثير من يعني الطريق وانا مفروش بحسن النواية احنا مش بالضرورة تكون عايز تغلط لكن قد يؤدي هذا الاسلوب انك تعتاد على الخطأ فما تشوفوهش دي وجهة نظر يعني انا مقتنع بيها جدا 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 وانا الاول بقى ان نحط كل شيء في نصابه نحط كل شيء في نصابه لانه فعلا لا شيء يسقط بالتقادم اشتركوا في القناة